السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين ازايكو حبابي اللي بعملين ايه يا رب تكونوا فتاة مستحق احسن حال ان شاء الله النهار ده هعمل معاكم احلى بسبوسة ومرملة وطحفة بجد شايفين شكلها مغري ازاي؟ بجد يعني جميلة 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 طحفة يريد تجربها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك باذن الله مقدير بسيطة مش هتكلفك حاجة اوفر منيتي هتشتريها برا من برا اه مضمونة اه حاجة عاملها كده في البيت للاولاد اه يعني بجد يعني مش عارف اقول لكم اكتر من كده هي مرملة خالص زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مش مكلفة اقتصادية اه انا هعمل كسين بسبوسة يعني انا مرضتش اجيب بقى دي السميت واجيب له بقى كل حاجة اشتري له اه بودر واشتري جوز الهند واشتري له كل المكونات بتاعته قلت لأ اه اجيب كياس وخلاص بتكون اوفر يعني اه طبعا انت لو حاب تعملي كيس واحد هيبقى علي علبة زبادي ومعلقتين سمنة ومعلقة عسل ابيض طب انا حابة ان انا اضاعف الكمية عامل كسين بسبوسة يبقى هجيب كمان علبتين زبادي وبدل المعلقتين سمنة هيبقى اربع معالق سمنة وهيستخدم بدل معلقة العسل هيبقى معلقتين عسل ابيض طيب افردني ما عندي كيش بقى عسل ابيض اعملي شربات بس يكون تقل جدا 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 وخدي منه اه معلقتين على الكسين او معلقة على الكيس الواحد تمام يبقى تاني المقادرة هنقولها تاني له كل كيس اه بسبوسة علبة زبادي معلقتين سمنة معلقة عسل ابيض لو مش متوفر العسل الابيض خلاص اعملي شربات بس خليه تقيل جدا 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 يكون في تقل العسل الابيض علشان الخطوة دي مهمة جدا جدا اه لتماسك البسبوسة وانها بحيث ان البسبوسة تكون سكرها اه واصل لكل حاجة مش على قد الشربات بس كده من فوق ومن تحت لأ العجينة كمان بتاعت البسبوسة ذات نفسها تكون واصلها اه السكر تمام طبعا اول حاجة هعملها هي الشربات خلاص طبعا لكل كيس بسبوسة هعمل له كباية سكر على كباية مية على نص لمونة وكمان بنليا تاني كيس البسبوسة عليه كباية سكر وكباية مية ده مقادير الشربات ونص لمونة وشوية بنليا عندك بنليا بقى بوضر بنليا سيلة اي حاجة ده او ده اليتين كويسين هجيب بقى حلة وابدأ ابدأ اعمل الشربات حط كباية السكر وعليها كباية مية لو انا هعمل كيس بسبوسة واحد خليكم ركزين يا بنات لكن انا هعمل كيسين يبقى هنزل كمان كباية كمان سكر وكمان كباية مية يبقى كده كبايتين سكر كبايتين مية هرفعهم على النار او لما يبدأوا يغلم هعصر بقى عليهم اللمون هسوبهم بقى غلوتين على البتجاز خلاص اذا منت شايفين كده بدأ يغلم معي بقلب اهو وبشوفه طبعا انت بتعرفيه كده بالمعلقة وانت بتقلبيه اذا كان تقيل اذا كان خفيف انا طبعا آآ بعمل الشربات بتاع البسبوسة يعني ايه آآ ولا تقيل ولا خفيف بيكون وسط هعصر بقى اللمون اهو وطبعا البزر اللي نزل ده ناشيله بالمعلقة مش هسيبه علشان الشربات ما يكونش ممرر معين خلي بالك لو الشربات خفيف منك البسبوسة هكون سيلة مش هكون متماسكة ولو تقيل خالص هتكون مسكرة فحاولي تثبطي الشربات يكون وسط ما بين البنين شربات البسبوسة تمام طبعا في الحلويات الشربات بيختلف في حلويات زي الكنافة مثلا بنستخدم لها الشربات التقيل في حلويات بنستخدم لها الشربات الخفيف زي بالح الشام كده طبعا لكل حاجة لها حاجة معين حطيت بقى البنينيا وهبدأ بخلاص كده وخطفي البتجاز وكده خلصت الشربات بتاعي طيب يا لوك انت بتحطي الشربات سخنة على البسبوسة ولا بتحطي بارد انا بحب اعمله الاول قبل البسبوسة على ما اعمل البسبوسة وتطلع بتكون البسبوسة سخنة والشربات بقى دافي تمام هبدأ اول خطوة اعملها ايه في البسبوسة هفضي الاربع معالق سامنة هجيبه لكده وافضي فيهم الاربع معالق سامنة وكمان العلبتين الزبادي دي تاني علبة ايه بفضيها وكمان هجيب معلقتين عسل انا ما بجي افضي العسل بفضي معلقة خشب خلي بالكم لو حطيتي معلقة معدن في العسل بتفسدي القيمة الغذائية للعسل فلازم العسل تطلعي من البرتمان بمعلقة خشب او بلاسل هو الافضل خشب اه طبعا لست في عسل محتفظ كده بالمعلقة فانا بقلب كله مع بعضه انزل كل في المعلقة وبعد كده بقى بالمضرب السلك وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس تمام خلاص كده هبدأ بقى انزل كيس بسبوسة وهقلب برضو بالمضرب وبردو هفضي برضو الكيس التاني وان شاء الله هيطلع الخليط مظبوط جدا دي المقدير المظبوطة يا بنات هقلب كده برضو بالمضرب كده انا طبعا مش بعجنها باديا ولا الكلام ده خالص لا هو ممكن لو ما عنديكش مضرب باديكي كده يدوك بس يتلميها كده مع بعضها لكن ما تعجنيش فيه هفضي بقى كده كل اللي في المضرب وهبدأ باديا كده على خفيف خالص هحاول كده ايه اه امزجها كده مع بعض بقلبها كده تقلبها خفيفة يعني لكن مش هبدأ بقى ان انا امسكها عاجنها لانها مش عاجين خلاص شايفين مرملة زي ما شاء الله هجيب بقى صنية كده ده هناها سمنة انا عارفة ان الصنية دي هتاخد الكسيم انا ولا حابة البسبوسة تكون تخينة ولا تكون رؤياء لو رؤياء بتطلع نشفى معاكي لو تخينة بتحسي ان تبتكلي زي ما كون كيكة لكن انا حابة تكون وسط فانا شايفة ان الصنية دي متاحة لعيان هبدأ بقى افرد كمية البسبوسة في الصنية او ازدحها كده بالتساوي وهبدأ بقى افردها بايداية كده على خفيف واخد لها بقى ايه هبدتين كده بحيث انها تتزبط وكمان العلامات اللي هي على الويش دي تبدأ تروح خلاص كده تمام عندي باقي سوداني مقشر ابدأ بقى ان انا ازين بيه البسبوسة بتاعتي وكمان بيديلها طعم حال عندي كلوز حطي يعني المتاح عندك حطي ما عندكش خالص او عندك بس انت حابة تكلها سيدة براحتك طبعا بس احنا بنحب نحط عليها سوداني وده الشكل النهائي طبعا انا مشغلة الفرن والشواية الشواية بقى ده حوالي 3 ا4 دقايه وبعد كده بطفيها وبتكون على نار هادية تمام وانا بحط البسبوسة في الرف الوسطاني والنار بتكون وسط خلاص يا بنات لو علتيها تحمر بسرعة ومش هتكون سواها مزبوط فسوا البسبوسة لما اتفقنا كده بيكون على نار وسط او هادية وزي ما انت شايفين كده خلاص خرجت كده من الفرن وده كلنا انا محابتش احمر اكتر من كده ولو فتحت عن كده همضيف لها الشربات لونها هيفتحها خالص فهو ده اللون المزبوط يا بنات وطبعا الشربات معايا كان دافي ما كانش سخت هنزله كده ومشاء الله البسبوسة بتشرب معايا الشربات كل الشفات بيقولهم واجمعهم على ان البسبوسة لو شربت الشربات بتكون كده نجحة لكن لو البسبوسة عامت في الشربات بتكون ما نجحتش خلي بالكم المقادير دي مزبوطة جدا مزبوطة جدا جدا اتبعوا بس الطريقة دي والمقادير هتاكلوا احلى بسبوسة يا بنات او يا ستات طبعا كلكم ستات بيوت شاطرين وهتكون احلى واطعم من ايديك بازي طبعا الصينية اه ما شاء الله شايفين شربت الشربات ازاي ما شاء الله بصراحة كانت تحفياري التجربية جميلة جدا جدا واوفر ما تجيبي بقى دي اسميت واتجيبي له لبن واتجيبي زبادي واتجيبي جوز هند اه فهتكلفيها اكتر الكيس من ده كان بستة جنيه ونص يعني مش مكلف يعني ولا حاجة وعلى البيت الزبادي باتنين جنيه اه اوفر وارخص البسبوسة ما تعملها في البيت وخلاص التعطاع كمان اهي زي ما انتوا شايفين كده ارأيكم بقى استهل اللايك منكم ولا لأ شجعوني يلا حطوا لي اللايك علشان افرح باللايك اللي بيوصلني منكم وابدأ اقدم لكم كل جديد ما شاء الله بجد كانت تحفة وطعمها كان مضبوط يعني ما شاء الله كانت جميلة جدا ومرملة اللونها كمان حلو جدا من تحت مش فتحة ولا حاجة لأ مديالها اللون الجميل برضو ساهم انت شايفين كده ومرملة خالص تعالوا بقى اتفضلوا معنا يلا شايفين بقدر ان انا اتحكم فيها ازاي اهرسها بتترس معايا بعرفكم ان هي طرية مش ناشفة شايفين بتتقطع معايا بكل سهولة وفي نفس الوقت مرملة تحفة بجد يلا امي بقى اجرى بها كده وعملي حاجة حلوة كده للأولاد وفرحوهم يلا في البيت وفرحي جوزك وحطولي لايك مع السلام اشتركوا في القناة